بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين فالشيخ بعض الإخوة يعني الحمد لله هذه الأيام جاءنا شيخ الهيثم سرحان من المدينة والحمد لله قام بدورة هناك في فرنسا وبعض الإخوة بعد الدورة طبعا يعني كانوا مسجلوا كلمة مع أحد المشايخ وذلك الشيخ يعني ذكر لهم أنه ليس له تزكيات وكذا إلى آخره فالآن يعني نطلب منكم هل تعرفون هذا الشيخ وهل تعرفونه يعني وهل تنصحون بالأخذ منه وكذا جزاك الله خير الحمد لله رب العربين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وآله وآله أجمعين سألت أن الأخ الشيخ حيثم السرحان هل هو ممن يوخذ عنه العلم فأنا أقول بارك الله فيكم الذي يعرفه أنه رجل اجتهد وجالس المشايخ وله علم بفضل الله تعالى بالعقيدة الصحيحة ومسائل صحيحة والذي يعرفه أنه لا ينقل إذا سئل عن شيء إلا يكون قد أخذ عن بعض المشايخ وأنا أنسح كل نفسي وكل داعي ألا يتكلم إلا بما يكون لنا فيه إمام وأئمتنا خاصة في مسائل العصر الشيخ بن باز والشيخ بن أثيمين مفتي محمد براهيم ومشايخنا الشيخ الحمد وغيرهم فبذلك الذي أقول في الأخ حيصم أني وجدته هكذا أنه يعني يتكلم بعلم في العقيدة الحمد لله التي درسها دراسة جيدة ثم في مسائل أخرى إذن ما أظن أنه يتكلم من عند نفسي ولعلك يا أخ أبو زيد أنت أشرت إلى أن بعض المشايخ تكلم فيه بأنه رجل مجهول ولا نعرف أين درس كذا الحقيقة ليس العلم حكرا على من درس وأخذ الشهادة فكم من الذين أخذوا الشهادة وهي شهادة الزور أو أخذوا الشهادة ثم لم يرجعوا إلى العلم بل تناسوا العلم والذي إذا كان كل واحد لم يعرف أنه أنه درس دراسة نظامية فيجهل فالشيخ الألباني من أول من يقارب لأنه ليس بعالم كما قال بعض آداء السنة فالحاصل على كل حال أنا أقول للإخوان والآن الذي سمعت منكم ومن غيركم أنه كان ذهب في فرنسا بفضل الله تعالى وأقام دورة علمية لهذه الكتب الكتب العقيدة بفضل الله تعالى واستفاد منه الطلبة لكن بعض الناس قد أطلق البيان أنه رجل مجهول وفي فرنسا وفي الغرب هناك ناس أشك أنا في صلفيتهم يتلقفون مثل هذا القلام فيسقطون الإخوة الصلفين الذين هم معروفين وهيثم من المعروفين في مكة وفي جدة وفي المدينة بفضل الله تعالى وأهل العلم مشايخ المعروفين يقرونه في عمله جزاهم الله خيرا فالذي تكلم عليه أراد إسقاته وتلقفه هؤلاء الذين ليسوا الصلفين في الحقيقة أنا أتيقن أن هؤلاء مندسين في السلفية يريدنا أن يفرقوا كلمة الصلفين وأنا أنسح كل من تحدث نفسه بمثل هذه الوساوس ينبغي يسكت ولو لو كان فرضنا أن شخصا يكون فيه بعض الأخطاء لكنه الحمد لله وه علمه كاف ويعطي علم جيد فالحسنات ذهبنا السيئات نعم إذا كان أخطاء في مسائل لا نأخذ هذه المسائل منه نعرف نعرف الناس أنه أخطاء في مسالة فكم من الناس لا يأخذون ولو لم يكن معروفا عندك فيكون معروفا عند غيرك بفضل الله يا رجل كم من الرواة الذين ندرس فيهم فيكون يقول مجهول والآخر قالوا ردوا عليه قال ليس مجهول من وثقه ابن معين ومن وثقه الإمام أحمد فالمسألة في الحقيقة الذين يطلقون مثل هذه البيانات سمعنا ومن قبل طلبنا من المشايخ في المدينة وكذلك في مكة ألا يعطوا كلمات في مثل هذه الشخصيات حتى يستغلها أولئك الذين مندستون في جماعة السلفين للتفريق للانتقام من السلفية والسلفين وندعو الله تبارك وتعالى أن يهدي إخواننا الذين يطلقون البيانات بدون التحقق ويعطون سلاحا قويا في أيدي أداء السلفية حتى يشققوا جماعة السلفين وصلى الله والأخير الخلق محمد وعلى 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 شيخ هيتم جميل سرحان نعم هذه مستفاد من دروسي الحمد 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 لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم ومبارك وعلى عبد ورسول ربينا محمد وعلى وعلى وصحب أجمعين أما بعد فإن الأخ خيتم سرحان معروف لدي تعريفة شخصية وهو من أخواننا الشقات أسحاب المنهج السلبي أسحاب التأصيل العلمي ومن الملازمين لدروس الشيخ عبد المحسن العباد ويضا من الملازمين لتعليم الطلاب كتب الأصول والمختصرات وهو معروف وأنا أوصي بالأخذ عنه وبالاستبادة من شروحه ومن دروسه أسأل الله ونوفق عنه وإياه وجميع أخواننا للعلم النافع والعمل الصالح صلى الله ومبارك معنا مع العبد ورسول نبينا محمد على آله وصحبه ما هذا كله في أول شهر رجب لعام 1431 بمهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله فيك شيخ الله يحفظ إن شاء الله إزاك الله أخير السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته